بسم الاب والابن والروح القدس والشماس للشعب ومكانه الحقيقي في الكنيسة فين وليه بيتقال والاقسام بتاعة هذا المرض هي ايه احنا في المحاضرات اللي فاتت قلنا ان القداس القبطي القداس الالهي القبطي يبدأ بتقديم الحمل يعني اول القداس هو تقديم الحمل لان في التقس القديم كان القراءات اللي هو قداس الكلمة اللي هو قداس الموعوزين كان بيتعمل في البداية خالص يحضر الموعوزين اللي مش من حقهم يتناولهم وبعدين يمشم ويتبقى في الكنيسة المؤمنين اللي هم هيتناولوا فاول الموعوزين يمشم اول نداء يقول الشماس للشعب قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة اذا اول نداء في القداس الالهي هو ان يقبل الشعب بعضه بقبلة مقدسة لكن ايه اللي خلى النداء ده مش موجود في اول القداس زي زمان يعني حتى اذا كان حصل ان في القرن السادس اتنقل قداس الكلمة وجه بعد تقديم الحمل يعني حطوا تقديم الحمل في الاول وبعدين نقلوا قداس الكلمة بعدي طب لما حطينا تقديم الحمل في البداية ليه مرض الشماس قبلوا بعضكم بعضا ما تنوش في موضوع الاولان اللي هو في بداية تقديم الحمل احنا حاليا في الطقس الحالي بنقول هذا المرض امتى ها بنقول بنقول ساعة مبونة حيبدأ يقول الرب مع جماعكم مش كده يعني متأخر قوي فهنعرف ليه ليه حصل كده يعني المرض ده بينقسم الى مجموعة اقسام انا انا القسم الاول الحقيقة الكنيسة حر جدا او انا اللي حرام جدا القسم الاول من المرض قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة حين اذن يقبل الشعب بعضه بعضا وفي اثناء ذلك هما بيقبلوا بعض بيقولوا حاجة اسمها الاسباسموس الاضام اللي موافق لهذا اليوم اثناء اسباسموس تنو يتقال في الكنيسة القبطية لحد القرن الاربعتاشر اثناء ما الشعب بيقبل بعضه هقول لكم النص بتاعه ايها وهم بيقبلوا بعض ايها المسيح مخلصنا اجعلنا اهلا لسلامك المقدس في السماوات لكي نسبحك مع الشاربين والصيرفين صارخين قائلين قدوس 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 ايها الرب الضابط الكل السماء والارض مملؤتان من مجدك وكرامتك بشفاعة والدة الاله القديس مريم يا رب انعم لنا بغفران خطيانا بشفاعة الثلاثة الثلاثة المنيرين الأطهار ميخائيل وغابريال ورفائيل يا رب انعم لنا بغفران خطيانا بشفاعة الاربعة حيوانات غير المتجسدين والاربعة والعشرين قسيسا يا رب انعم لنا بغفران خطيانا بشفاعة سبعة رؤساء الملائكة وجميع التغمات السمائية يا رب انعم لنا بغفران خطيانا وبعدين يقولوا ما يختروه لأباءنا الرسل أو للشهداء والإديسين والبطركة وفي الآخر نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع بيك الصالح والروح القدس لأنك قتيت وخلصتنا هو ده الأسباصموس الأساسي اللي كان بيتقال أما الشمس يقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة ويسكت ما كانش يكمل المرض لحد الآخر يقول كده ويسكت فالشأ ليه بقى لأن إحنا لسه حنبدأ الأداس فما ينفعش ينبدأ الأداس وإحنا مش مقدمين المحبة الكاملة بعضنا البعض فإحنا بنقبل بعض بنخاطب المسيح بنقوله أيها المسيح مخلصنا خلينا أهلا لسلامك السماء عشان نسبحك نقدر نسبحك مع شربين والسربين بشفاعة العدرة والملايكة نسجد لك أيها المسيح إلى أنا مع إبيك الصالح إلى آخرين هنا بان قوي منين جت منين جه المرض بشفاعات والدة الإله القديس مريم اللي بنقوله حاليا جي منين إن نحن شلنا أيها المسيح مخلصنا اجعلنا أهلا لسلامك السماء إلى آخره واخترنا بشفاعة العدرة بس وشنا بقيت شفاعة الملايكة وغير المتجسدين والطغمات السمائية والشهداء ورحوا علينا نسجد لك أيها المسيح في الآخر فالسؤال دايما اللي كان بيتبادر إلى الزهن هو إحنا دي بنقول بشفاعة العدرة مريم في المنطقة دي في القداس إيه دخل يعني إيه دخل شفاعة العدرة في المنطقة دي بالتحديد فنلاقي بقى تأملات وتأويلات عشان تحل المشكلة دي لكن في الحقيقة ما حدش هيقدر يحلها لأن تتحلف حاجة واحدة بس إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا كنا بنستخدم شفاعة العدرة هنا عشان نقول لها بشفاعتك بشفاعتك إحنا بنطلب من المسيح إلهنا أن يجعلنا أهلا للسلام المقدس اللي في السماوات علشان نقدر نسبحه مع الشربين والسيرافين ده معنى طلب الشفاعة للعدرة في هذه الجزئية من القدس طبعا بشفاعة العدرة مريم ده اللي هو المرض اللي بنقوله حاليا ده أصبح مرض سابت في القدس اللي احنا بنسميه حاليا أسباسموس آدام مختصر لكن خلوا بالكو إزاي كان فيه رباط محكم جدا بين أن الشعب بيقبل بعضه في هذه الفترة أو في هذا الوقت وأنه بيقول للمسيح اجعلنا أهلا لسلامك السماء المقدس عشان نقدر نسبحك مع الشربين والصرفين أتمنى تكونوا استوعبتوا الفرق بين الوضعين ففيه فرق كبير قوي بإني أنا أطلب إن المسيح يجعلني أهلا لسلام السماء بشفاعة العدرة وبإني أطلب شفاعة العدرة فقط من غير ما أطلب الجزء الأولاني الأساسي اللي احنا حطين شفاعة العدرة أصلا من أجله وهكذا حين اقتطع المرض بشفاعات والدة الإله من سياق نص الأسباسموس الأساسي السابق ذكره اختل المعنى بين ما نمارسه وما نقوله إذ لا علاقة للقبلة المقدسة اللي بنقبلها لبعضنا بعضا بطلب شفاعة العدراء في هذه اللحظات بالذات أما حينما نطلب أن يجعلنا الرب مستحقين لسلامه السماء بشفاعة العدرة والملايكة والرسل والشهداء والقدسين يكمل الشعب السؤال بطلب غفران الخطايا من جراء هذه الشفاعة لأنها لحظة قبلة السلام والمصالحة لغفران الخطايا والصفحة فالشماس في القسم الأول قال قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة الشعب قبل بعضه القسم الثاني من المرض الشماس يقول يا رب أرحم يا رب أرحم يا رب أرحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا الشماس بيقول الجزء بعد انتهاء الشعب من ترديد الأسباسموس اللي قالوه والكلام ده تبقى للقداس الباسيلي فقط لها الحتة أما في القداس الغرغوري فهذا القسم الثاني من المرض هو فلنقف حسنا فلنقف بتقوى نقف باتصال نقف بسلام نقف بخوف الله ورعدة وخشوع القسم التاني ده اللي هو قلناه حالا يا رب ارحم إلى آخره بنلاقيه في معظم الليتورجيات الشرقية زي ليتورجية أرشليم وأنطقيا والقسطنطينية ولكن التقليد القبطي ممثلا في القداس المرقصي لا يعرفه ليه لأن التقليد الإبطي بينتقل مباشرة من القسم الأول اللي هو قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة إلى القسم الثالث اللي هقوله على طول دلوقتي القسم الثالث من المرض بيقول قدموا عرس قفوا بخوف وإلى الشرق انظروا ننصد وبرضه هذا القسم مش بيقلوا على بعضه كده الشماس يقول أولا هي قدموا مش تقدموا بدون دخول في تفصيلات لغوية المرض اسمه قدموا بروسفار اللي جات في العهد الجديد أكتر من أربعين مرة يقدم أو يحضر الترجمة تقدموا مش دقيقة فبعد الشعب مقبل بعضه بقبلة المحبة الشماس بيقولهم قدموا على الرسم يعني قدموا القرابين بتاعتكم بحسب الترتيب الموضوع فلازم كل واحد حاضر الأداس يقدم قرابين لازم لأنه هو جاي يشترك اشتراك حقيقي في الإفخالستية مش جاي يتفرج وقوانين الكنيسة بتقول إذا كان فيه واحد فقير معهوش حاجة يقدمها وحيحضر الأداس فكفية قوي أنه هو يحط شوية مية في لقان ماء التغطية لقان ماء التغطية أنتو بعد منتناول بنشرب شوية مية كده صغيرة المية دي كان الشعب بيشربها من لقان اسمه لقان ماء التغطية تغطية القرابين يعني فلو واحد فقير معهوش حاجة يقدمها في الكنيسة من تقدمات أو قرابين يجيب شوية مية ويكبهم في لقان ماء التغطية علشان يبقى اسمه اشترك في الزبيحة المقدسة فلما الشماس بيقول قدموا على الرسم كل الشعب بيتقدم ويقدم قرابين للشمامسة فأثناء تقديم القرابين بيحصل حركة في الكنيسة فبعد انتهاء التقديمات الشماس روح قايل قفوا بخوف خلاص احنا قدمنا قفوا بخوف وإلى الشرق انظروا ننصد عشان هنصلي بقى إذن الأداس الإلهي لا يمكن أن يبدأ إلا إذا كان الشعب اللي حاضر الكنيسة قبل بعض بعضا بقبل مقدسة بمحبة ثم قدم قرابينه من داخل هذه المحبة لأنه لا يمكن أن الله يقبل قرابين إلا من داخل المحبة وبعد كده نقف عشان نبدأ نصلي وإحنا كلنا مشتركين فعليا في هذا القداس الإلهي لأننا مقدمين تقدمات الكنيسة الكنيسة قفوا بخوف وإلى الشرق نظروا ننصد عشان كده الكتب التقصية بتاعتنا المطبوعة فيها شوية لخبطة مش مزبوطة في قداسات اللقانات اللي احنا بنصليها مثلا اللقان خميس العهد أو عيد الغطاص أو عيد الرسل المرض ده بتاع الشماس هو القسم الثالث فقط جزء منه اللي هو قفوا بخوف وإلى الشرق نظروا ننصد ما فيش حاجة تانية كده ما ينفعش قبلوا بعضكم بعضا بقبلها ما فيش لأن ده يختص بإيه بقداس الإفخارستية فقط فمرد الشماس في جميع قداسات اللقانات بيبدأ بكلمة قفوا بخوف وإلى الشرق نظروا ننصد هذا المرض أيضا بيتقال في قداس تكريس الميرون والغليليون وذلك بسبب أن هذه القداسات ليس فيها تقديم للقرابين ومن ثم ليس هناك أسباسموس آدام يقال ليه ما فيش أسباسموس يقال لأن الشماس أصلا ما قالش قبلوا بعضكم بعضا لو الشماس ما قالش قبلوا بعضكم بعضا المقابل يبقى ما فيش أسباسموس لكن عشان الساخ اللي بينسخه المخطوطات ما كانوش يعني مدركين قوي للموضوعات دي فكان يكتبها من عنده وتتنقل في الكتب المطبوعة وإلى الشرق أنظروا ننصد الاتجاه إلى الشرق والذي يذكره هذا المرض بنقرره تفسير في التقليد السرياني اللي هو نعرفه من الدسقولية اللي هو تعاليم الرسل بيقول المسكن الأول الذي هو الفردوس الشرقي هذا الذي طرح الإنسان الأول منه لما رضي قلبه بمشورة الحية ورفض وصية الرب فالتقليد السرياني في شرحه لمعنى إلى الشرق ونظره يعني بنبص إلى الفردوس اللي احنا اضطردنا منه ونتذكر المسكن الأول اللي اضطردنا منه ده تقليد سرياني أما التقليد الإبطي في الاتجاه للشرق فبتصلنا منه أقدم إشارة عند العلامة كلماندس السكندري ده كان اتنيح في 215 ميلادية يعني أوائل القرن الثالث بيقول يصلون في اتجاه الشرق لأن الشرق هو رمز لميلادنا لأن منه يخرج النور مشرقا من الظلمة وكذلك يوم المعرفة الحقيقية يشرق مثل الشمس على المدفونين في الجهالة قرنه كده بين التقليدين تلاوى فرق كبير قوي اللي منتبه معالي الكلام هينجي فرق كبير قوي بين المفهوم السرياني والمفهوم القبطي للاتجاه للشرق الأولان بيتحصر على حاجة ضائط التاني بيرى أن هذا الشرق هو رمز ميلادنا لأن منه يخرج النور مشرقا نور المعرفة المعرفة الإلهية البابا أثاناسيس الرسولي بيشرح الموضوع ده بيقول إذا سأل المسيحي يعني واحد مسيحي بيسألك إذا سأل المسيحي لماذا نصلي ناحية الشرق فيكون الجواب بالنسبة له لأننا ننظر ناحية الفردوس متوسلين إلى الله أن يردنا إلى وطننا الأول الذي خرجنا منه أما إذا كان السائل رجلا وثنيا فيكون الجواب بالنسبة له كالآتي لأن الله هو النور الحقيقي لذلك فحينما نتجه ناحية مصدر النور المخلوق نعبد خالق هذا النور أما إذا كان السائل رجلا يهوديا فيكون الجواب بالنسبة له كالآتي لأن الروح القدس قال بواسطة داود اسجدوا ناحية موطئ قدميه أي ناحية ميلاد الرب المكان الذي عاش فيه وصلب وقبر وقام ثانية وصعد إلى السماوات ناحية المشارق فالشرق الذي تشرق منه الشمس هو رمز للمسيح شمس البر ونول العالم جنبا إلى جنب مع انتظار المجيء الثاني للرب لأنه كما أن النور يشرق من الشرق ويضيء إلى أقصى الغرب هكذا أيضا يكون مجيء ابن الإنسان احنا وحنا منتجهين للشرق بننظر إلى المكان الذي سوف يأتي منه الرب في مجيئه الثاني قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة قدموا على الرسم قفوا بخوف وإلى الشرق انظروا ننصد هو ده أقسام هذا النداء في بداية القدس الإلهي هكلمك دلوقتي شوية عن المفهوم الليتورجي للقبلة المقدسة يعني ايه قبلة مقدسة في بداية الليتورجي القبلة المقدسة هي جزء لا يتجزأ من الليتورجية المسيحية في كل الكنيسة الجامعة شرقا وغربا باستثناء الكنيسة الأنجليكانية في انجلترا ولم يكن يسمح لطالبي المعمودية الذين لم يعتمدوا بعد بتبادل قبلة السلام مع المؤمنين لأنهم لم يصبحوا بعض أعضاء في جسد المسيح الواحد ولم يقبلوا بعد الروح القدس ومن ثم فطالب المعمودية يعني واحد لسه حيت عمد فطالب المعمودية لا يستطيع أن يأخذ أو أن يعطي سلام المسيح وحبه قبلة السلام كانت تمارس قديما بين اليهود كعلامة للمحبة والصداقة زي ما نشوف مثلا أن إسحاء قبل يعقوب وقد ورثتها الكنيسة من اليهودية بتقصها ولكن بمفهومها الجديد في أيام السيد الرب على الأرض كانت القبلة بين اليهود هي التمهيد الدمث أو الأدبي لأي وليمة تقصية بين اليهود ورثت لم يكن حد يمارسها في أي وريمة يهودية كان بيراجع بيؤاخذ على هذا الخطأ ده اللي بنشوفه في إنجيل له أصحاح ثلاثة وعلى ذلك فقد احتلت القبلة مكانها في العشاء الإفخارستي في الأيام الأولى في أوروشاليم إن لم تكن قد مورست بالفعل في العشاء الرباني الأخير نفسه بين المسيح وتلاميزه القديس بولوس الرسول ذكر أكثر من مرة هذه القبلة كعلامة للشركة المسيحية ولكن كلامه ما كانش بيعني بتصريح كامل أنها تمارس في داخل الليتورجية أو الإفخارستية برغم أنه يصعب أننا نشك أنها ما كانتش مستخدمة في الليتورجية في هذه القرون المبكرة جدا من المسيحية فوحدة الكنيسة كجسد المسيح قد فهمت منذ أيام بولوس الرسول على أنها جوهر السر الإفخارستي لذلك فكل التقوص شرقا وغربا تعرف نداء الشماس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة خدسة في كتاب اسمه كتاب الديضخي أي تعليم الرسل ده اتكتب في آخر القرن الأول الميلادي هذا الكتاب بيولي أهمية بالغة في الاجتماع الإفخارستي فبيقول عند اجتماعكم يوم الرب اكسروا الخبز واشكروا بعد أن تكونوا اعترفتم بخطاياكم لكي تكون ذبيحتكم طاهرة لا يكتمع معكم كل من له منازعة مع صاحبه حتى يتصالح لألا تتنجس ذبيحتكم كلمة صعبة جدا ولكن هي مكتوبة كده لا يكتمع معكم كل من له منازعة مع صاحبه حتى يتصالح لألا تتنجس ذبيحتكم يعني لو فيه اتنين وقفين في الكنيسة بيصالوا متخصمين مع بعض يعطروا الصلاة خاص هو صلاة حيتم والطقصة حيتعامل كل حاجة لكن احساسنا بحضور الروح القدس في الكنيسة وحضور وحضور المسيح يتعوق لأن الكنيسة اتعلمت من البداية ان لا يمكن هنقف نصلي قداس الا لما بدأنا اصلا نقبل بعضنا كلنا نقبل القديس القديس يستينوس الشهيد وده عاش في منتصر اتنيح في 165 يعني النصف الثاني من القرن الثاني بيشهد بوضوح في رسائله على هذه القبلة المقدسة بيقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة واشار الى ان القبلة الليتورجية هي بمثابة اعداد الافخارستية تاني يستينوس اذا في القرن الكام النصف التاني من القرن التاني اشار الى ان القبلة المقدسة هي بمثابة اعداد للافخارستية وخاتمة للصلوات السابقة لتقديس الاسرار ودي من اقدم الاشارات اللي اللي في الكنيسة اللي بتعرفنا في وجود قبلة مقدسة في هذا الوقت المبكر من تاريخ الكنيسة في القرن التاني الميلادي وما بعده بلغت القبلة الليتورجية اقصى درجات شيوعها كعلامة مسيحية وكتمهيد حتمي ومباشر للإفخارستية وكرمز لوحدة الروح برباط السلام هو ده الاساس اللي تكلم عنه القديس بولوس الرسول لحقيقة ان الكنيسة هي جسد المسيح الواحد يا دي الكنيسة برا كده مش كنيسة الكنيسة مش الجدران الكنيسة هي اعضاء حضرين في مكان هما بيمثلوا فعلا جسد المسيح الواحد وهكذا تصبح القبلة المقدسة هي ايذان بالدخول المباشر الى القداس الالهي عندنا في القرن الثالث الميلادي نصوص ليتورجية جاينا من الشرق بيصرخ فيها الشماس وهو واقف جنب الكرسي بتاع الأسقف بينما يتبادل الشعب القبلة المقدسة أثناء ما الشماس نادى قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة ففي بعض الكنائس الشرقية عندها الشماس هو واقف جنب كرسي الأسقف يقول لا يدع أحد بينه وبين أخيه ملامة ولا غشا ولا ريال وده بمثابة تحذير أخير حتى ولو في اللحظات الأخيرة ليه بقى لأن لو قال كده وحد من الوقفين كان فيه خصام مع أخوه لجنبه بيعلن أنه هو متخاصب مع أفلاق فالأسقف بيصالحهم مع بعض قبل ما يبدأ الأداس ما ينفعش ما ينفعش حد واقف في الكنيسة متخاصب مع أخوه إحدى الأداس ما ينفعش شوفوا مخافة مهابة الكنيسة لحد فين هنرفع زبيحة مقدسة فنتطمن أن كل اللي حاضرين الكنيسة في محبة حقيقية مع بعض لو فيه اثنين متخاصمين بيعلنهم فالأسقف يصالحهم الأول عشان نقدر نبدأ القدس من أجل ذلك نجد أن الدسقولية السريانية بتأمر الأسقف بأن تعقد مجالس مصالحة بين المتخاصمين تاني أيام الأسبوع يعني يوم الاثنين ليكون هناك متسع من الوقت للصلح بينهم حتى إلى يوم السبت التالي عشان يبقى يوم الحد كلنا جاهزين للاشتراك في الزبيحة المقدسة أي قبل قدس الأحد وتضيف الدسقولية بالقول إذا جلستم في مجلس الحكم ويكون معكم الخصمان الذان يأخذان وجه الحكم فلا تسموهما إخوة حتى يتسالم مع بعضهما إن وضع القبلة المقدسة أو قبلة السلام قبل القداس الإلهي عموما هو تطبيق لوسية الرب في الإنجيل المقدس إن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربانك ولقد كان لما أورده القديس متى البشير في الجزء لأن أريده دلوقتي تأثير على وضع القبلة المقدسة في كل التقوس القديمة شرقا وغربا لتصبح قبل تقديم القرابين أي تقديم الحمل زي ما سبقت قلت في البداية وتعقيبا على قول الرب السابق فكره بتقول الدسقولية لأن قربان الله هو صلاة كل واحد وشكره فإن كان بينك وبين أخيك ملامة أو لأخيك عليك فإن صلواتك لا تسمع قدام الله ولا يقبل إليه شكرك لأجل لأجل الغضب الذي بينك وبين أخيك إن تقديس الأسرار يبدأ ويكتمل على أساس الحب الذي تأسست عليه الإفخارستية وانسكب من أجله الدم الإلهي فالإفخارستية خطرة بدون الحب إذ تصبح دينونة مخيفة وقبول عقاب وموت بدى الغفران وحياة أبدي الإفخارستية هي حب المسيح المسكوب فينا ولولا حبنا بعضنا لبعض ما جرؤنا أن نقترب منها فهي سر شكر من داخل سر الحب وهي قادرة أن تسكن الآب في قلوبنا وفي مركز حياتنا وتصالحنا مع الروح القدس فنصير بها رعية مع القدسين وأهل بيت الله في واحد في أدور بيقول بهذه القبلة يصنعون نوعا من الوحدة والحب فيما بينهم فإنه لا يليق بمن يمثلون جسدا واحدا في الكنيسة أن يكره أحدهم أخا له في الإيمان وهكذا كان على كل شخصين اختلف على أي أمر أن يتصالح ويغفر لبعضهما البعض قبل الاشتراك في الاجتماع الإفخارستي وفي الواقع إن هذه القبلة المقدسة لم تكن إيذانا ببدء القداس الإلهي بقدر ما كانت شرطا يجعل من الممكن الشروع في هذا العمل السرائري المقدس إذ لا يمكننا أن نقيم ذكر المسيح والاتحاد بجسده ودمه والتوق إلى ملكوته الإلهي وحياة الظهر الآتي ما لم نلبس حلة المحبة هذه فارتداء هذه الحلة حلة المحبة هو شرط أساسي للمشاركة في الاحتفال الإفخارستي ننتقل إلى جزء آخر من الموضوع بتاعنا بعنوان قبلة السلام في التقوس المختلفة بيتفاوت نداء الشماس في الكنائس المختلفة بحسب الترجمة للغة المحلية بتاعت كل كنيسة فأحيانا في بعض الكنائس الشماس يقول أعطوا السلام أحدكم الآخر بقبلة مقدسة أو فلنعطي السلام أحدنا الآخر بقبلة مقدسة ولكن انفردت كنيسة القسطنطينية بصيغة فريدة بتقول فيها فنحب بعضنا بعضا كلمة فنحب يعني فنعانق وذلك أتبقى للسريانية القديس يحنى ذهبي الفم في رسالته إلى ديمتري يوس يشير لنداء الشماس فلنعانق بعضنا بعضا هذا النداء موجود بنصه في لترجية القديس يعقوب أخو الرب اللي هي أقدم أداس معروف مع القدس المرؤوسي أقدم أدسين في الشرق المسيحي اللي هو قدس يعقوب أخو الرب والأداس المرؤوسي فلنعانق بعضنا بعضا وكما صاحبة القبلة ترديد الشعب أيها المسيح مخلصنا اجعلنا أهلا لسلامك المقدس في السماوات في التأس الإبطي التأس البيزنطي أيضا يقول الواحد الآخر المسيح في وسطنا فيجيبه الآخر الآن ويبقى حالا بيننا القديس يستينوس الشهيد والكرولوس الأورشليمي وفم الدهب والقديس أغسطينوس نعرف من كتبتهم أن المؤمنين كانوا يتبدلون القبلة المقدسة بالمعانقة بيعانقوا بيعانقوا بعض مزيد من دول كده يدوبك طرب في إيده كده الصبع الصبع الأوسط ده عشان أطور واحد فيهم يا دوبك يعني يلمس صبع لجنبه خلال بس ما قبلة مقدسة لكن القبلة كانت بالمعانقة فعلا فعلا فرحنين وفعلا بيحبوا بعض بتقول المراسيم الرسولية دي في القرن الرابع الميلادي يقول الشماس ننصت وليحيي الأسق في الكنيسة ويقول سلام الله مع جميعكم وليجب الشعب ومع روحك ويقول الشماس للجميع قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة أسبازست أسبازست عانقوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة وليقبل الإكليلس الأسقف أما العلمانيون فالرجال يقبلون الرجال والنساء يقبلن النساء عشان كده قوانين الكنيسة لما كاتل قبلة معانقة وقد قبلة من الفم للفم فالكنيسة حطت قانون أن الرجال يقبلون الرجال والنساء يقبلن النساء لكن لو كاتل قبلة من الأول هي اللي نعمل حاليا ده مش تفرق القديس كريلس الأوروشليمي بيقول لا تظن أن هذه القبلة كتلك التي اعتاد الأصدقاء على ممارستها في الاجتماعات هي ليست من هذا الصنف إنما هي توحد النفوس وتزيل كل حقد هي علامة اتحاد النفوس معا وبيقول عنها القديس اغسطينوس هي علامة السلام فما تظهره الشفاه لا تظهره الشفاه يعني قبلة بالفم فما تظهره الشفاه من الخارج يوجد في القلب من الداخل القديس يحن ذهبي الفم بيقول عندما يقبل كل واحد من فم الآخر فنحن نقبل مدخل الهيكل لذلك ليت لا أحد مننا يفعل هذا بضمير غاش لأن القبلة مقدسة قول بولس الرسول سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة وزي ما قلنا دلوقتي الدسقولية السريانية بتقول لحظة التقبيل الشماس ينادي إن كان لأحد شيء على آخر إلى آخره بما معناه إنه تحذير أخير حتى متى وجد أي شيء بين اتنين يقوم الأسقف بمصالحة هما إن الموضع الطبيعي لهذه القبلة المقدسة هو في بداية القداس وقبل تقديم القرابين لأن الله لا يقبل تقديماتنا إلا من داخل المحبة ولكن مع مرور السنين تغيرت الغاية من هذا النداء بعد أن تغير موقعه القديم هتوقف عند هذا الحد عشان منديكم فصل الراحة شوي أنا الحقيقة أنا مقدر ظروفكم ما عارش إيه اللي تخلى الاجتماع طويل كده يعني أنتم ملكمش زنب في كده يعني لكن تتصلح إن شاء ضالح كده ناخد راحة شوي كده مثلا خمس دعا الأسئلة اللي جات لدي هدي كمية ضخمة جدا يعني الرجاء ما حد شابت أسئلة ثانية بقى كده ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في كنيسة روما انتقل النداء بالقبلة المقدسة حطوه في اخر القداس في موضع متأخر من القداس الالهي ليكون قبل التناول مباشرة ودي خاصية فريدة مش موجودة غير في كنيسة روما علشان كده بعض الشرقيين اطلخبطهم وسموها تقدموا على الرسم يعني خشوا تناولوا اقتداءا بكنيسة روما لكن المرض زي مؤمن دلوقتي ان اصوله هو في بداية القداس وليس في نهايته في كنيسة القسطنطينية هو التأس البيزنطي وضع قانون الايمان فاصل ما بين النداء بالقبلة المقدسة وبين الاداس اللي هو الانافرة الانافرة يعني بداية قول الكاهنة الرب مع جماعكم بالاضافة الى ان القبلة المقدسة قد انحصرت بين الاكليروس فقط وفي داخل الهيكل ففقد النداء معناه تماما في التأس البيزنطي اما الاصل القديم للقبلة فلم يكن هكذا لان القديس يحن ذهبي الفم يقول في احدى عزاته عندما كان يا حين وقت تبادلنا للسلام كان الكل يقبل الكل فيحيي رجال الاكليروس والأسقف والعلمانيون الرجال والنساء إذن يحن فم الدهب يشهد ان في التقس البيزنطي كان فيه قبلة مقدسة ليس بين الاكليروس فقط ولكن ايضا بين العلمانيين الرجال للرجال والنساء للنساء فمعنى توقف القبلة في التقس البيزنطي الحالي واقتصرها على الاكليروس فقط هو ده تطور ما كانش موجود في التقس القديم ولقد ابقى الأقباط والأرمن والنساطرة على هذه الممارسة التي لم تتأثر بالترتيب البيزنطي الذي جاء في وقت متأخر وهي اليوم في هذه الكنائس أقرب ما تكون إلى الشكل القديم لهذا التقس في ذلك الوقت فإيه هي القبلة المقدسة في التقس القديم الابطي نسيب الكنائس ونركز عليها عند اللقباط العلامة كليماندس السكندري في أوائل القرن الثاني الثالث الميلادي انتقد القبلة في الكنيسة وانتقدها لمعناها الجسدي أي قبلة فم لفم فيقول يوجد آخرون لا عمل لهم إلا أن يجعلوا الكنيسة يتردد في أصدائها صوت القبلة مع أنها ينبغي أن تفهم على مستوى سري فالرسل يدعون القبلة مقدسة ولكن في الحقيقة ما كانش انتقاد العلامة كليماندس السكندري لهذا الأمر باعثا على إيقافها أو تعديلها الزلت عنصرا أساسيا في الليتورجي ولقد احتفظت تقس القبطي وحتى اليوم بالمعنى الكامل للقبلة الليتورجية بأنها قبلة الفم للفم ذلك لأن الألحان التي نردتلها عند ممارسة تقس القبلة المقدسة لا زالت تحمل اسمها اليوناني أسباسموس أسباسموس يعني ترحيب أو تحية أو قبلة أو سلام قوانين الرسل في تقليد الكنيسة القبطية إذا فرغوا من الصلاة يعطونا السلام لبعضهم بعضا بأفواههم يقول تقف النساء المؤمنات أو الموعوزات في موضع في الكنيسة يصلين وحدهن فإذا فرغنا من الصلاة فلا تسلم الموعوزات على بعضهن البعض لأن قبلتهن ليست بعض طاهرة وليقبل المؤمنون بعضهم بعضا الرجال يقبلون الرجال والنساء يقبلن النساء ولا يقبل الرجال النساء وتقول أيضا إذا كمل الأسقف كل الصلوات التي يجب أن يقولها لأجل المرضى وبقية الصلوات فليقل لهم الشماس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة طاهرة وليقبل الكهنة الأسقف أما العلمانيون فالرجال يقبلون الرجال والنساء يقبلن النساء أتمنى بأننا أختصر الجزء القادم في القبلة المقدسة في الطقس القبطي الحالي نعرف من القرن الثلاثتاشر ومن كتاب الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة لابن سباع أن القبلة انتقلت في الكنيسة القبطية من قبلة فم لفم إلى قبلة فم لرقبة يعني أول مرحلة كتفم لفم وبعدين نزلت شوية بقت فم لرقبة وذلك على الأقل في كنائس الصعيد بيقول إيه يقبل جميع الشعب بعضهم بعضا بقبلة مقدسة طاهرة سالمة من الغش وصفة القبلة أن يقبل الواحد الآخر من الناحية اليمنى من عنقه ويعوده الآخر بقبلة مثلها في عنقه واحد اسمه ابن كبر ده في القرن آخر الثالتاشر أو آخر الآربعتاشر بيقول إذا قرأ الأسباسموس يقول الشماس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة فيقبل الرجال الرجال والنساء النساء ويركع بعضهم لبعض ويرتل المرتلون بما يليق بذلك اليوم البابا غابريال الخامس في القرن الخمستاشر فبيقول لا يقبل أحدكم الآخر بغش ودغل ومكر فيصير مثل يهوزة الذي قبل السيد بغش ودغل ومكر ثم أنهم إذا صفحوا وقبلوا بعضهم بعضا بمحبة ونية خالصة فيصيروا مشتركين مع الملائكة في التقديس الذي هو قدوس 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 الرب الصباوت السماء والأرض مملوءة من مجدك المقدس لاحظ هنا أن البابا غابريال الخامس في القرن الخمستاشر بيشير إلى الأسباصمس اللي إحنا قلناه في البداية أيها المسيح إلهنا اجعلنا مستحقين لسمائك لسلامك السماء لكي نسبحك مع الشربين والصرفين قائدين قدوس 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 لقد انتقل النداء بالقبلة بالقبلة المقدسة من قبل بدء تقديم الحمل ليكون قبل بدء قدس الإفخارستية وبعد رفع إبروس فارين من على الأسرار المقدسة أنا هشرح لكم حتة دي بسرعة عشان من داش فيها وقت افهموا الخطأ جاي من ين القبلة بعدها تقديم الحمل وكان الأول قبلها أداس الكلمة فأداس الكلمة أداس الكلمة القبلة تقديم الحمل أداس الكلمة القبلة تقديم الحمل فالقبلة هنا هي جاية في نهاية أداس الكلمة ولا في بداية تقديم الحمل جاية يمكنها الأصل فين في بداية تقديم الحمل فلما جينا نأن أداس الكلمة وحطنا بعد تقديم الحمل فخدنا معاه النداء بالقبلة القداس تقديم الحمل متأسف القداس الكلمة النداء بالقبلة المقدسة تقديم الحمل فالمفروض نحن نشير أداس الكلمة نحط بعد تقديم الحمل ونسيب النداء بالقبلة المقدسة في مكانه لأنه أصلا كان فين قبل تقديم الحمل لكن لأن المفهوم اللي ترجي بتاع القبلة ضاع تلخبط يعني فلما جم ينقل قداس الكلمة لبعد تقديم الحمل رحوا أقديم معاه النداء بالقبلة إيه فبقى الترتيب قداس تقديم الحمل قداس الكلمة القبلة المقدس تعرفت لي جات متأخرة وده لا هو ده السبب وبرغم ذلك وبرغم الموقع الحالي للنداء بالقبلة المقدسة فإنها صورة رائعة لجسد الرب المحي وقد كفن بالأكفان ووضع في القبر المقدس أي المذبح ودخرج عليه حجر عظيم أي الإبروسفرين ووضعت عليه الأختام أي اللفافة المثلسة التي لم تشر إليها المصادر القديمة ثم يترك الجميع ويدهبون أي يخرجون من الهيكل هنا الشرح بتاع الطأس بتقصرنا الحالي بتكون القبلة المقدسة هي موعد رفع الحجر عن القبر وإعلان القيامة فالمحبة هي الله وهي السماء وهي القيامة وهي الحياة ومع إعلان المحبة تستعلن الكنيس أنا مضطر أن أنا أوقف لحد هنا باقي حاجة بسيطة أبقوا أروها في الأوراق يعني نتخذوها وأنتم ماشيين بالسلامة ولربنا الملبي الداري من الأبد آمين